امر صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بدراسة تنفيذ توصيات الدراسة المشتركة التي وجه بها سموه مؤخرا للوقوف على متطلبات صغار التجار وتذليل المعوقات امامهم في مواجهة التحديات المختلفة وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات مع الوزرات والجهات الحكومية ذات الصلة بها وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر لقضيبية صباح اليوم سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة والسيد سمير عبدالله ناس رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضاء مجلس الادارة حيث رفعوا الى سموه نتائج الدراسة المشتركة التي تم الاتفاق عليها والتي خلصت الى عدد من التوصيات تحقق ما جاء في تكليف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف على متطلبات صغار التجار وتلبيتها والعمل على تمكينهم ودعمهم وتذليل المعاوقات امامهم في مواجهة التحديات المختلفة كما تستند الدراسة الى توجيهات سموه رئيس الوزراء بشأن وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ لدعم صغار التجار تنفذ وفق برنامج محدد وبرامج تستند على البيانات والمعلومات التي تستوفى من صغار التجار بشأن احتياجاتهم ومرئياتهم وتأسيسا على توجيهات سموه تم تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارة والغرفة لتحديد متطلبات صغار التجار لمواجهة التحديات المختلفة والتي تم تصنيفها ضمن نتائج الدراسة التي رفعت لسموه وخلال اللقاء اكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ان قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشكل احد المرتكزات الهم في الاقتصاد الوطني في ظل ما يمتلكه هذا القطاع الحيوي من قدرة على تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين واضف سموه ان الحكومة تؤلي هذا القطاع اهتماما كبيرا وتعمل بشكل مستمر على مراجعة وتطوير الانظمة والقوانين التي تمكنه من القيام بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني في اجواء من الانفتاح والتنفسية واشار سموه الى حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات التي تدعم بيئة الاستثمار وتوفر للمستثمرين الاجواء الملائمة لتطوير مشروعاتهم وعمالهم وانها مهتمة بالاستماع الى اراء التجار والمستثمرين والتفاعل الايجابي مع كل ما يطرحونه من افكار ومقترحات من شأنها ان تسهم في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الوطني واكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ان القطاع التجاري يمتلك تاريخا عريقا وسيرة وطنية مشرفة عبر اسهاماته الرائدة في كل مراحل التنمية في مملكة البحرين بارادة وطنية خالصة جعلت من نماء الوطن هدفا رئيسا وغاية كبرى تنطلق منها كل المشروعات الصناعية والتجارية واجدد سمو التأكيد على ان التاجر البحريني كان وسيظل العنصر الاهم الذي ترتكز عليه كل خطط التنمية التي تتبناها الحكومة وانه سيجد دائما كل الدعم والتعاون الذي يحقق له مقومات الاستقرار والنجاح في اعماله ومشروعاته التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعرب سمو عن خالص تهانيه لغرفة تجارة وصناعة البحرين بمناسبة الذكرى الثمانين على تأسيسها مؤكدا سموه ان الغرفة بتاريخها العريق وعلى مدى اجيالها المتعاقبة كانت ركيزة اساسية في مختلف جوانب مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين ونوه سموه بجهود مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في استكمال تلك المسيرة الوطنية المضيئة للغرفة بما يعزز من دورها في دعم المنظومة الاقتصادية وتحقيق تطلعات منتسبيها من التجار والمستثمرين في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر